قبل ما اكامل معاك استاذ انتك اكون مداخلة طبعا مهمة جدا من استاذ عمر البنة وكيل اللعب ياسر حمد عمر بسيخ خير عليك بسيخ خير كبسا عامل ايه تمام الحمد لله بخير بنوارنا في قناة نهات زمالك وياسر سامعك هو كمان قبل ما اخليك بنور حضرتك وبنور ياسر اكيد تمام قول لي بقى كده انا عايز اعرف الكواليس الراجل مع منتخب بلده في دولة تانية بيلعب كأس امم اسيا وانت هنا تم التواصل معاك زي قول لي التواصل كان سهل عايز بقى تكلمني شوية على الكواليس بقى اللي هي الادارية يمكن ياسر عارف بس المعلومات اللي يجي على الفينش على طول قول لي الحاجات بقى تفاصيل الصغراء اللي حصلت وازاي حصلت وخدت وقت دي والله التواصل كان من خلال ادارة نهات زمالك عن طريق كابتن حسين السيد كابتن حسين كان مقتنع جدا بياسر وبامكانياته وتكلمنا بشكل سريع يعني في الامور ما كانش فيه تعقيدات خالص في الموقف حتى يعني لما اتكلمت مع ياسر حواليا الموضوع كان مرحب جدا يعني هو كان بالنسبة له الموضوع الزمالك واحد من اكبر الاندير في الشرق الاوسط في افريقيا فكان بالنسبة له الموضوع مش محتاج يعني مش محتاج يعني تفكير خالص واسع على الفور يعني والامور مش بسلاسة حتى الجلسة هنا ما خدتش وقت خالص في موضوع المفاوضات او الكلام حتى في التفاصيل المالية او اي تفاصيل في عقده انت وكيل ياسر في مصر بس ولا اكتر في المطال العربية كلها لا انا وكيل ياسر في مصر انا وكيل ياسر داخل مصر هو ياسر اصلا صديقي من اكتر من تانا واحنا كنا بنتكلم بشكل مستمر قبل كده عن الكورة وبشكل شخصي يعني ولما جي الموضوع ان هو كان في الصيف يعني كان هو قريب من احد الاندير المصرية بس حصل تغيير في النادي في الادارة وقتها في الصيف ده اللي خلى الصفقة وقتها نلاقيها بوض فمن ساعتها بدأنا نتعامل بشكل بروفيشنال ما بيننا وبين بعض ان انا بقيت الممثل بتاعه في مصر طبع انت اول ما قلت له الخبر ان فيه كلام مع نادي الزمالك بقى وهو طبعا مع المنتخب ومشغول في كأس الامم قول لي استقبل الخبر ازاي او كأس اسيا عفوك هو يعني الخبر وصل اول مرة كلمت معاه فيها كان ما كانش في موت كويس لانهما كان اول ماتش ما كانتش في داية كويسة المنتخة فلسطين كانوا خاصة مانين اول ماتش قدام ايران فهو تغير الموت بتاعه لما سمع الخبر كان حزين يعني بعد الخسارة وبعد كده فرح لما عرف الخبر يعني قال لي شوف انت كل الامور رتبع معناني الزمالك وانا جاهز ما عنديش اي مشكلة ويعني كان سعيد بالامر يعني طب كمان اللافت للنظر ان كل الصفقات الحقيقة تمت بيعني شبه سرية تمة دي برضو احد الصفقات اللي يمكن لحد اخر يوم يبتم الاعلان او قبلها بيوم ولا يومين قولي دا كان يعني بالاتفاق مع مجلس دارة ولا كان الكلام في الحتة دي ازاي وانتوا التزامتوا بي ازاي اكيد كان بالاتفاق مع مجلس ادارة يمكن ياسر يخلص كل حاجة ووقع العقود والامور انتهت وكان ما فيش علم اصلا من خلال الاعلام عن الصفقة بشكل كامل فده كان بالاتفاق طبعا مع مجلس ادارة كان عندهم رغبة كبيرة ان يتم التكتيم خالص على الامور كلها لحد ما توصل للمعنى الرسمي يتم الاعلان عليها عن طريق الموقع الرسمي للنادي وعن طريق السوشال ميديا فكان ياسر عنها كل شيء وخلص كل حاجة وتاريون الخبر طلع بعدها باسبوع او حاجة زي كده فكل شيء تم بدون يعني ما الاعلام يسمع عنه اي حاجة طب وانت لما اتكلمت معنا طبعا انت اكيد عارفوا عايش المنافسة عندنا في مصر وخاصة في مركز السيرتباك او اللي هو السينترباك جوة نيت زمالك اتكلمت معا ده او مع ياسر في ده ازاي كمنافسة على المركز ده ويعني صعوبة المنافسة عليه والله انا انا يعني متابع جيد للكورة هنا في مصر فاتكلمت معا في النقطة دي والتولو انت جعل او نفسه مستاهلا انت معاك اثنين مدفعين دولين زي كابتن الوينش وكابتن محمود علاء وفيه مدفعين كمان دخل في الحتة دي كمان طبعا نتمنى الشفاء للوينش يا رب سريعا بالضبط ربنا نتمنى له الشفاء يا رب ربنا يشبه وعافي يا رب وطبعا مع كابتن حسو عم مجيد مدفع منتخب اوليومبي مع مصطفى زناري مع المثلوثي كمان بيلعب في الناحية دي فالتولو المنافسة مش هتبقى سهلة لازم ان انت تثبت نفسك للمدارب وكمان هو جايب مع ميزة تانية ان المدارب لسه جاي جديد في المدارب ايسا بتعرف على كل اللعيبة من البداية من الاول يعني دي ميزة بالنسبة لي اسريel ان المدارب بالنسبة للكل اللعيبة دلوقتي رس tae جديدة فلسه بيعرف مستوهم من خلال التدريبات فأقوم له انت لازم تشتغل على نفسك فخلال التدريبات عشان تقوم تثبت نفسك للمدارب لان انت جاي على مرحلة ماستهلة خالص كان وقتها كابتن وينش لسه راجع من الاصابة فقلت له انت الامور هتبقى بالنسبة لك محتاج شغل كتير اوي في التدريب عشان تثبت نفسك للمدرب عشان تقدر تاخد فرصة وتثبت نفسك في التشكيل الاساسي هو بيواخد بالنسبة لهم موضوع تحدي وهو شايف ان هو يقدر يكون واحد من افضل مدافعين في الدور المصري فقال لي ما تقلقش من الامور دي يأثن من اللعبة الملتزمة داخل الملعب وخارج الملعب حتى في الجانب الصحي في الجانب الاكل الامور دي كلها هو بيتعامل بشكل professional جدا هو خاسس قدامي ما شاء الله خاسس كمان قدامي اه لا حتى جثمانيا لو شفته في الملعب او شفته الكتلة الجثمانية بتاعته لا هو دايما بيحافظ على نفس النقطة دي في نقطة الاكل في نقطة التمرين في كل حاجة حتى هو لما جيه اول يوم منزلش التمرين كان لسه اول يوم يسه واصل وصل بالليل ساعة 12 بالليل ساعة 7 صبح نزل الجيم فهو بالنسبة له الموضوع الموضوع دايما نواخده professional لانه هو ده هو واحد متربي في اسبانيا فمتعلم هناك في اكاديمية التاتيك بالباو فهو بالنسبة له هناك الكرة وظيفة انت وظيفة بالنسبة لي فبالنسبة للوظيفة دي لازم يؤديها بالشكل الامثل وبعد كده يشوف النتيجة بتاعتها لكن هو بالنسبة له مقام حاجة انه يقدمها بالشكل الامثل يا مسائل حالة رب طبعا بشكرك شكرا جزيلا انا عمر البنة وكيل اللاعد طبعا منضم حديث النادزة مالك ياسر حمد بشكرك شكرا جزيلا بشكرك شكرا جزيلا